فتخلي بالكم للنقطة دي لان النقطة دي هتلاقوا فيها تخبيط ما بين رمضان وكهرباء خلال الفترة القادمة انا بس بقول كلمتين كده بس علشان كمان شعر بما ارجع اتكلم مع حضراتكو تاني على الكلام اللي بيتقال ده تبقوا عارفين من ضمن برضو الكلام اللي بيتقال قالك ايه تزمر عنوان قد الانوان كبير قوي محدود كده قالك ايه تزمر لعبي النادي الاهلي تقرأ تخش تفتح وتقرأ العنوان او تقرأ اللي مكتوف في الصفحة او تسمع الاعلام اللي بيتكلم او اه تشوف ايه اللي بيتقال تفتح كده هيقولك ايه اصلا لعبت النادي الاهلي وبعدين ايه المشكلة ان الكلام ده هو هو في كزا حتة في كزا حتة معروفين بينتموا لجهة معينة او نادي معين او مكان معين عايز زي ما حلاك قول قول الرياضية طبعا فبالتالي بتلاقيها طالعة من حتة واحدة هي الفترة دي فترة التغبيط بين رمضان وكهرباء اه اصلا رمضان زعلان يا جماعة ده رمضان مصاب البتاع قد كده القطع قد كده او التمزق قد كده في رجله انا شفته بعين قد كده في رجله قالك اه طب دي مش عشان دي لو ما جاتش نعمل ايه تزمر واحباط ما بين لعبت النادي الاهلي تفتح يقولك اصلا لعبت النادي الاهلي زعلانين قوي ومتدايقين اصلا كهرباء بياخد مئة مليون جنيه ولا مش عارف مئة مليون جنيه حاجة كده يعني اولا كهرباء بياخدش المبالغ دي كهرباء بياخد الفئة الاولى في النادي الاهلي تقريبا انا على فكرة دي مش معلومة عشان برضو ما بقاش انا ما باجي اتكلم مع حضراتكم ولكن اللي انا عارفه ان كهرباء حياخد الفئة الاولى الفئة الاولى كام مش هبقى اعرف وقول لحضراتكم لكن كهرباء لعب دولي لعب منتخب بلده لعب كبير لعب مهم وبالتالي يستحق ان يكون في الفئة الاولى اعتقد ان هو في الفئة الاولى في الفئة الاولى فيه كام لعيف في النادي الاهلي في الفئة الاولى اعتقد فيه مجموعة كويسة من اللاعبين في الفئة الاولى فيقول لك ايه اصلا لعبة الاهلي تزمر وسط لعبة الاهلي علشان فلوس كهرباء طب هو التزمر ده ما حصلش غير ما قبله ماتش الإسماعيلي يعني وكهرباء بقاله شهر موجود ولا بقاله قد إيه موجود يا جماعة عشان رسميا يعني تم الإعلان عن الكهرباء 18 تيام تقريبا الجمعة اللي فاتت هو من الجمعة اللي فاتت ليوم الأربع النهاردة ما كانش فيه تزمر هو التزمر فجأة ظهر يوم الأربع الصبح قبل مباراة الإسماعيلي لحدت لعب الخميس ولا إيه كلام مش منطقي كلام مش مزبوط كلام بعيد جدا جدا عن الصراحة كلام بعيد جدا جدا عن المنطقية اللي أنا دايما بتكلم فيها مع حضراتكم هل حضرتك ممكن تفكر وده السؤال أنا بيوجهه الجمهور النادي الأهلي هو هل من الممكن أن حضرتك تفكر أن فيه لعيب مش هقول الرمضاء لك لعيب أو لاعب داخل النادي الأهلي ممكن تفكر حضرتك أنه هو يعمل نفسه مصاب عشان ما يلعبش عشان لعيب زميله تاني يجيه مكانه ما عرفش أنا عندي الرد طبعا وأنا عارف أن كل جمهور النادي الأهلي اللي أعب بيتفرج بيقولك إيه إحنا عارفين أن النادي الأهلي أكبر من الكلام ده بكتير ولعيب تنادي الأهلي أكبر من الكلام ده بكتير اللي بيحصل ده ما هو إلا بيحاول يخبط فيك علشان يوقعك بأي طريقة لأنه مش عارف يوقعك كل ما يحدث خارج الملعب حنبقى إحنا جزء من المسؤولين عن إن إحنا نوضحه لحضراتكم لأن حرب خارج الملعب دي ما تخصش اللاعبين يتخصنا إحنا تخص الكابتن سيد تخص المتحدث في الكورة لكن الملعب هم يا جماعة اللي عايز يكسب النادي الأهلي يحاول يكسبه في الملعب حنطلع نشيد بالمناسبة لو النادي الأهلي يتغلب وبقى وحش أو فرقته وحشة حاول إن النادي الأهلي وحش وحاول إن الفرقة التانية كويسة بس حاولوا إنتوا توصلوا لللي بيوصلوا النادي الأهلي حاولوا حضراتكم إن إنتوا تكسبوا النادي الأهلي جوه المستطيل الأخضر لأن إنتوا مش هتعرفوا ولا تكسبوا إن شاء الله جوه المستطيل الأخضر ولا بره المستطيل الأخضر حنوقف ونرد وحنتكلم بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة لا في تزمر ولا في إحباط ولا في أي حاجة خالص والرد حضرتكو هتشوفوه بكرة في الملعب ان شاء الله يعني ما عرفش النتيجة هتبقى كام دي حاجة بتاعت ربنا لكن انا متأكد انا متأكد ان لعبت النادي الاهلي اللي حيلعبوا الحداشر والتلاتة اللي حينزلوا او المجموعة عفوا المجموعة اللي حتكون موجودة حتموت نفسها والنتيجة دي في الاخر بتاعت ربنا هو لما لما عمر السلية شاط الكرة الكرة كتراحة كده في ايد الجون خبطت و تغيرت اتجاه داخل الجون ليه